هبدأ مع هيلة من فضلك قول لنا الفكرة جت إزاي إيه اللي حصل تعمله إيه في حقوقي؟ بصي حضرتك أنا من عائلة قانونيين جدتي وجدي وجدي التاني وبابايا كلهم محامين وكانوا دايماً زرعوا فيها فكرة إن القانون فعلاً ممكن يبني أو يدمر حياتك فأنا ما فهمتش ده فعلاً غير لما أنا كنت عايشة في إنجلترا كان الراجل صاحب الشقة كان بيحاول يتردني منها عشان كان عنصري اللي بقى بنته مصرية فمش هتعرف طبعاً تاخد حقه ويعني أنا مفهمتش أهمية القانون غير لما كنت فعلاً هبقى شخصية بلا مقوى يعني فعلاً لهذه الدرجة فالموقف ده أنا أول حاجة عملتها دخلت سألت على القانون القانون الملدي ليقول إيه؟ بالضبط على جوجل وفي ثانية بعتله إيميل قال لي أوكي إنتي عندك ثلاث شهور كمان ممكن تهدي فيهم في الشقة فأنا سنتي كلها تحولت لك كنت هارجع مصر طبعاً يعني الوضع كله تحول ومن ده فهمت يعني أنا حتى كلمت أهلي اليوم اللي بعده وقلت لهم ده لو كان في مصر كان لها أي مشكلة بس أنت استاني بس أنت من أهل القانونية ما اتصلتش بهم على تقول ليه؟ لا يعني ولا عشان القوانين بتتغير كمان من بلد لبلد بس بالضبط عشان القوانين بتتغير من بلد لبلد بغير إنه استقرالية بقى آه شطرة بقى وعمل كده بس آه كنت كلمتهم اليوم اللي بعد وقلوا لي إحنا في مصر كنا هنكلم عشر أفراد مختلفين ونحاول نعمل كذا وكذا وكذا عشان نحل حاجة أنا أخذت مني ثانية بجوجل بذكر العيلة القانونية أنت عندك حد اسم مميز كده في العيلة جدتي اللي يرحمها دكتورة سامية راشد هي كانت أستاذة ورئيس قسم القانون الدولي خاص بجامعة الكاهرة بس هي كتت من أول النساء في مصر اللي فتحت مكتبها الخاص أنا حتى أنا مش عارفة عبر عن قد إيه هي أصارت فيها لا نحن نحن نحياها بس عشان أنت سي جبت لنا سيدك ترجمة نانسي قنقر